بين مشاكل الإرث وعدم اعتماد الخبرة الجينية في قضايا إثبات النسب وتعدد الزوجات وحرمان المرأة من حق اقتسام الممتلكات بعد الطلاق وغيرها حكايات ومعاناة ترويها نساء تحت شعار شهادات بدون طابوهات اسمعوني وانصفوني هذه الشيطة التعصيب تخلق مشاكل كبيرة في العائلات لأنك يصبحوا عديان وحدين للخرين غي كتشوفوا شي واحد ما عندوش ولد صافي كي يبدو يتوجهلوا الأعين يتوجهلوا الأعين دخوتوا دياله والمرأة مسكينة ودك البنات مسكينين هي جلسة استماع عمومية لأربعة عشر امرأة قدمنا من مدن متعددة بهدف إيصال صوتهن للمجلس العلمي الأعلى المؤسسة الدينية الرسمية التي أوكل لها الملك محمد السادس البت في مقترحات تعديل المدونة الخلافية نتمنى أن ينصت للنساء في هذه القضايا العالقة وشهاداتهم أيضا حول التعصيب حول الولاية حول النسب حول البنوة ومكره ناشكو كانوا أطفال أيضا جاءوا لشهادة حول ما يعانونه لم يعد المدهب المالكي محددا بل الانفتاح على ما هو إنساني على ما أنتجه التقائفات على تجارب إنسانية أخرى وفكرية وعلمية واجتماعية واقتصادية حوالي مليون أسرى في المغرب تعيلها نساء وأكثر من نصف خريجي معاهد البحث العلمي هن إناث أرقام وغيرها تدل على مشاركة فعالة للمرأة في الحياة العلمية والاقتصادية كتغيرات تقتضي أخذها بعين الاعتبار في ورش تغيير القانون اقتصام ومتلاكات ضرورة مليحة مشامع دي 2024 كيف قلت إنسان مش مرة على رجلية إلا أنت مع الصبح أتلقي العيالات خارجين كثير من الرجال أتلقي رجل ربما ناعتهم المرة مسكينة صابرة فهذاك الخدمة تدل لأنه ما يقدرش يصبر باش يجيب طريف الخبز لوليداته المجلس العلمي الأعلى لن يحلل حراما أو يحرم حلالا وفق علمائه لكنه مدعو وفق حقوقيين لسماع قصص ظلم ومعاناة من الواقع ليصدر فتاوى تنصف المرأة والأسرة والطفل منعطف حاسم وصلته ورش تعديل قوانين مدونة الأسرة بعد إحالة المقترحات من طرف الملك محمد السادس على المجلس العلمي الأعلى لحسم الخلافات حول قضايا دينية وشرعية فيما يتخوف حقوقيون مما يصفونه بالحيف والظلم للمرأة في تفسير النص الديني فاطمة بغنبور الحرة الرباط